موسيقى صباح خير مشاهدينا براح فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث النهار للشمعة 12 بط فبراير 2016 بسنة راح بضيفنا بالستوديو مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران صباح الخير صباح الخير ورح نغير مدير كرامتك خلص تكسميه رئيس مركز بس على قلة عكترة الرؤسة والمترأسين معاش بحبها الكلمة نعم نحنا بدنا رئيس يكون معب مكانه ما كان المناسب إذا الشي استي سالم اليوم رحكي معك بكتير تطورات في شأن الحكومة بارح شفنا إذا بده يكون يعني أبرز شي هو نعكاس الجدل اللي صار بين الوزير أشرف ريفي والرئيس سعد الحريري واللي هو أبعد من جدل هو مواقف يعني لما الوزير ريفي يقول انسحبت من أجل قضية اسمه مشال سماحة واغتيال اللواء ويستام الحسن يجي الرد محدة يزايد علينا من ضد إستاذ الحريري باغتيال ويستام الحسن وهذا الموقف لا يمثلوني شفنا شو كان ردود المستقبليين أساسا على مواقع التواصل الاجتماعي شو بيعني هيدا الموضوع نحن يعني عشية ذكرى 14 شباط أيضا نحن عشية ذكرى 16 شباط مفروض تكون اللي هي إطلالة لسيد حسن نصر الله نهارة ثلاثاء المقبل ماذا سيقول الأمين العام لحزب الله اللي مبارح كان صوره شعلت على الفيسبوك في تحدي للفيسبوك أيضا رح يكون عنا الآن وزير الداخلية وهذا المشنوق بالرابية هل هي زيارة سياسية أم زيارة أمنية شو العنوان الأساسي لهذه الزيارة المشكل بالتعينات بين مواقع المسيحية وغير المسيحية وأنه من ضمن شد الحبال معركة حلب كيف بدأت وكيف انتهت وهل فعلا هي نهاية بعد أقول نهاية أو بداية حل سيكون في سوريا قريبا كل العنوان رح نترحه مع حضرتك لك نسفح لي بداية أن ننتقل إلى زميلتك لا رجحة وموجزة أهم الأخبار شكرا لك نانسي أهلا بكم خلال كلمة له في افتتاح منتدى الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب شدد وزير المال علي حسن خليل على الثقة بالقطاع المصرفي والمالي اللبناني والذي بدوره مارس رقابة ذاتية عززت الثقة المحلية والعربية والعالمية وأن يكون منسجما مع القرارات التي توائم بين حفظ سيادته الوطنية وبين كونه جزء من المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة تبييد الأموال وجزء أساسي من النظام المصرفي العالمي منسجم مع قراراته ومع نظمه والآليات المعتمدة على هذا الصعيد اليوم نحن على ثقة كبيرة بأن قطاعنا المصرفي والمالي مارس رقابة ذاتية على خلال العقود الماضية عززت ثقة المستثمر اللبناني وعززت ثقة المودع اللبناني والعربي والعالمي وساهمت هذه الثقة في تطور قطاعنا إلى الحد الذي أصبح يشكل ركيزة الأساس في اقتصادنا الوطني وربما في اقتصاديات أخرى أعلمت صحيفة النهار أن اتصالات تحركت لاحتواء ما حصل بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ووزير العدل أشرف ريفي وحضره في إطار المعالجة الهادئة أو حصره في إطار المعالجة الهادئة في هذا الإطار أوضح نائب رئيس سيار المستقبل أنتوان أندراوس أن الموقف الذي اتخذه وزير العدل أشرف ريفي بتعليق مشاركته في جلسات الحكومة استدعى ردا من رئيس التيار سعد الحريري باعتبار أنه لم ينسقه مع قيادة التيار ووزرائه وفي حديث صحفي نفى أن يكون هناك أي اتفاق على انسحاب وزراء المستقبل من الحكومة أو تعليق مشاركتهم في حال لم يتم التجاوب مع طلبهم بإحالة الملف إلى المجلس العدلي وقال أندراوس أننا نصر على متابعة الموضوع بالطرق الدستورية باعتبار أن لا قرار لدينا بتطيير اجتماعات الحكومة ونحن حرصون على مصالح اللبنانيين أولا استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في مقر إقامته في ميونخ مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا ستافان دميسورة في حضور سفير لبنان في ألمانيا الدكتور مصطفى أديب وتم عرض للأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة لفت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافراف عقب اجتماع الدولي بشأن الأزمة السورية إلى أنه يجب استئناف محادثات السلام في جناز بأسرع ما يمكن مشيرا إلى ضرورة مشاركة كل جماعة المعارضة واعتبر أن وقف العمليات القتالية في سوريا سيكون مهمة صعبة من جانبه كشف وزير الخارجية الأمريكي جون كاري أن كافة أعضاء مجموعة دعم سوريا المجتمع في ميونخ قد اتفقت على وقف إطلاق النار خلال أسبوع ولفت إلى أن المجتمعين اتفقوا أيضا على بدء تقديم المعونات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة خلال الأسبوع الحالي داعيا إلى استئناف محادثات جناز بأسرع ما يمكن وأكد أنه سيتم إنشاء قوى تابعة للمجموعة لضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى الجهات كافة أكد نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف أن مجموعة دعم سوريا تمكنت من التوصل إلى اتفاقات بشأن تسوية الأزمة السورية وأجاء هذا التصريح على هامش لقاء عقدته المجموعة الدولية لدعم سوريا في مدينة ميونخ الألمانية استغرق أكثر من أربع ساعات بدلا من ساعتين كما كان مقررا له وعقد اللقاء لمناقشة سبول حل الأزمة السورية بما في ذلك معالجة المشكلات الإنسانية الناجمة عن النزاع ووقف إطلاق النار في البلاد ومستقبل المفاوضات في دمشق والمعارضة السورية في جناز أعلن المتحدث باسم المعارضة السورية الرئيسية أن المعارضة ترحب بالخطة التي اتفقت عليها القوى الكبرى ومنها روسيا للتوصل إلى هدنة في سوريا خلال أسبوع وتسهيل وصول المساعدة الإنسانية للمحاصرين وفي تصريح للصحفيين لفت إلى أنه يجب رؤية تأثير للاتفاق على الأرض الواقع قبل انضمام المعارضة إلى المحادثات السياسية نشكر أصدقاء الشعب السوري لما قاموا به هذا اليوم ومن قبل لمساعدة السوريين وكل السوريين للخلاص من هذه المحنة يجب أن نرى عمل على الأرض يجب أن نرى تطبيق لذلك إن رأينا جدية وتطبيق لذلك سنكون جاهزين للعملية السياسية كشف مدير المخابرات المركزية الأمريكية جون براينن أن تنظيم داعش استخدم أسلحة كيميائية في ساحات المعارك أكثر من مرة وفي مقابلة مع قناة سي بي سي لفت إلى أن المخابرات المركزية الأمريكية تعتقد أن تنظيم داعش قادر على صنع كميات صغيرة من الكلورين وغاز الخردل ولم يستبعد براينن أن يقوم تنظيم بنقل أسلحة كيميائية لاستعمالها خارج العراق وسوريا مشهيرا إلى أنه لهذا السبب من المهم جدا قطع المواصلات وطرق التهريب التي يستخدمها الجهاديون أكد الرئيس الفرنسي فرانسواء أولاند خلال مقابلة تلفزيونية أن الحكومة الجديدة تم توسيعها وتكليفها بثلاث مهام لها وهي حماية الفرنسيين ودعم التوظيف والاهتمام بالبيئة وحول مشروع مطار نوتر دام ديلاند المثير للجدل في غرب فرنسا وعداء أولاند يتم تنظيم استفتاء شعبي قبل الشروع في أعمال البناء في تشرين الأول بهذا نأتي إلى ختام الموجز عودة إلى زميلة نانسي السبع والحدث مشاهدين أبرحب فيكم مجددا وأجدد الترحيب برئيس مركز الارتكاز العالمي استسرام زهران يبدو فيه خبر عاجل أو معلومة عن أن الجيش اللبناني قام بتفجير عبوة فيه سليدار بس بعد ما في تفاصيلها مثلك عم نقرأ موقع ملحى بالعادي موقع ملحى دقيق وبالعادي موقع ملحى إذا الشيء العلاقة بمحيط مجلس النيابي بيكون بيعرف خبر الأول أن الجيش اللبناني فجر عن بقول الجيش اللبناني فجر عبوة بأحد المقاهي القريبة من مجلس النواب يعني بانتظار أن يصير في تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع نبدأ حوارنا بس بين أهلالين من خبرتنا اللي اكتسبناها مع الوقت أحيانا بيحط صاعق تفجير الخبير العسكري مش لأنه ليفجر شنطة يمكن يطلع ما فيها شيء فأحيانا هيدا الصوت صاعق التفجير يفهم على أنه عبوي قد تكون عبوي وقد يكون مجرد صاعق تفجير نحن عم نحلل المعلومة برسم موقع ملحى وبانتظار أنه تكون في تفاصيل عليها نبدأ من الانفجار السياسي إذا بدنا نقول اللي صار بين الرئيس سعد الحريري والوزير أشرف ريفي كيف تقرأ ما جرى بالأمن؟ انتظر علينا ليش؟ أنا مبسوط مبسوط ليه؟ هل قد تنبسط أنه يتخانقوا بالبعض؟ ويقولي الذين ظلموا بعضهم بعضا بمكان ويكسبون والكسب هون عند سعد الحريري وعند أشرف ريفي اثنيناتهم راحوا يهيجوا هيدا الشارع ويهيجوا هيدا البيئة اللي أنا جزء منها لها البيئة راحوا يهيجوها أنه في عندكم عدو اسمه إيران في عندكم عدو اسمه حزب الله في عندكم عدو اسمه بشار الأسد وعليوا عليوا بالخطاب وصاروا يحكوا لغة تشبه لغة الجولانية ولغة البغدادي قرب زمن تسويات السياسية يمكن سعد الحريري بحاجة يرجع يصير رئيس حكومي لا أسباب بطول شرحها خلي شرف يرجع يضبط الشارع ما بقادرين يضبطوا الشارع انت ما فيك تنبط قدام الناس والناس تنبط معك وبعد شوية تقرر تقعد على الكرسي والناس تقعد حدك مشكلة التيار المستقبل هي مشكلة مزدوجة أولا في الرأس في السعودية اللي واضح اليوم مش سر كله الصحف الأجنبية والعربية حتى بعض الكتاب السعوديين عم بيقولوا فيه صراع بين المحمدين محمد بن سلمان ومحمد بن نعيف وهذا الحكي اليوم بطل حكي خرافي صار حكي فيك تلمسي بكل التفاصيل بل أكثر من ذلك أنا رح بلش معك لأكشف الكسر إنه الجمهورية الإسلامية بإيران كانت متطمنة أن الشيخ المرحوم نمر النمر لن يعدم وكان كل الناس اللي بلتقب المسؤولين الإيرانيين باسمه عادة الحكي أعدم الشيخ نمر النمر أنا بحشريتي الصحفية رح تسأل طب ليه ليش أعدم بهاللحظة وليش كان الإيراني متطمن ورح يمكن تتفاجأ بالجواب اللي أول مرة بنقل على الهواء محمد بن نعيف يبدو أنه في مكان ما كان قد فتح أتصراد خلف الظل مع الجمهورية الإسلامية بإيران وأرسل عبر إحدى الشخصيات اللبنانية تطمين إلى الجمهورية الإسلامية بإيران مين هذه الشخصية؟ ومعروف يعني باعتقد مين؟ هلأ بالسياق والدبي أرسل عبر إحدى هذه الشخصيات أنه نمر النمر لن يعدم وأنه رح يبقى موقوف باستجن لنشوف كيف ربنا بدي يحله فجأة يعدم الشيخ نمر النمر بيطلع بالتحليل أنا محمد بن سلمان علم بأمر محمد بن نايف بأنه أرسل إلى الإيرانيين تطمينات فأعدمه إذن الصراع الموجود بالمملكة العربية السعودية وتعدد الرؤوس عم ينعكس على طيار المستقبل اللي هو مصر بتلقى تمويله السياسي والمالي والبدكية من المملكة العربية السعودية بس مين هذه الشخصية؟ ما بيئة نتبعنا بالسياسي من نسر من نسر طب طبعا ما من نسر أنا رح أصلك سؤال مين الشخصية؟ مين الشخصية أو المكان أو البيئة الشيعية اللي فيها الناس تطملة وتحكي معها مين الشخصية الشيعية اللي فيها إيران تحكي معها وتوثق فيها تحكي عن حركة أمان؟ يمكن يعني الخطوط هي بين محمد بن نايف وإيران عبر شخصية من أمان؟ بالخلاصة أنه ضد القاعدة وأنتي بتعرف أنه تعرض لمحاولة تغتيال عندما علم محمد بن سلمان بالأمر قاموا أعدما الشيخ النمر هذا مش تحليل هذه معطيات وبالتالي هذا الخبيط داخل أرويقة المملكة عم ينعكس على طيار المستقبل هذا سبب السبب الثاني لعبة الشارع القذرة اللي أنا بلشت للك فيها تبا تسوي عن لعبة الشارع؟ يعني اليوم هذا الشارع إذا بده يكون الوزير ريف اليوم يتحمل مسؤولية أو يحمل مسؤولية أنه هو خرج عن قرار الرئيس سعد الحريري بمجرد أن ذهب وفد طيار المستقبل سابقا بعد انتهاء محكمية ميشيل سماحة وخروجه من السجن ذهب إلى الرياض عاد الوفد كله عم بقول كلمة واحدة أنه اليوم المستقبل لن يتعاطى بهدوء مع مرار قضية ميشيل سماحة مش الوزير ريفي وحده يعني كانوا كلهم بالوفد عم بقولوا كلمة واحدة أنه لا نحن هالمرة راحين بالمعركة للآخر طيب راح بالمعركة للآخر وزيري أنا اكتبت بفحيفة الجمهورية مقال عن تسوية الحكومة وبعتقد مش بعتقد أكيد أنا أول واحد حكي عن تعينات العسكرية وبوقتها في كتار ناس حتى معنيين تصلوا فيه أنه الحكي مش مزبوط طلع الحكي مزبوط بقلب المقال مرأت أنه الأستاذ نادر الحريري التقى بالأستاذ الوزير علي حسن خليل واتفقوا على تسوية العلاقة بقضية مشال سماحة هاي التسوية شو بتقول تسريع محاكمة مشال سماحة بالمحكمة العسكرية لأن أنت بالقانون شو بده بالعاطفة بالقانون ما فيك يتحاكم مشال سماحة أو تحديله وقضيته على المجلس العدلة بالوقت اللي هو عم يتحاكم بمحكمة التمييز العسكرية أشرف ريفي ما فيكون وزير عدل ويتصرف على أنه قائب محور وياريته يهتم بقصص تانية بيعرف أشرف ريفي اللي هو وزير عدل ومعني بالقضاء أنه فيه صبيه اسمه تيريز بدون ما نذكر عائلتها حرف العا انتحلت صفة قاضية وقعدت بين قضاءت عطولاته وبين الناس وكتب بعتقل زميلنا وخينا ربوان مرتضاء كمان بنعزيب ووفات خيوا ليو خينا علي طيب هايدي التراز عواد هلأ أخلى سبيلة قلت عائلتها ايه قلنا عائلتها مش سر أنه كتب عننا ربوان أخلى سبيلة قاضي محترم بالرغم أنه انتحلت صفة قاضية النيابة العامة الاستئنافية ادعت عليها ورفضت قرارة إخلى السبيل إجا قاضي يخلي سبيلة بعد عشرين نهار واحدة بينتحل صفة قاضي بينام عشرين نهار وصبي عمره تماني سنين بنحط اسمه أنه ضرب دوري بيروح على المحكمة طب من بيلك كمان الجديد بلسنا النشرة بالمؤديم حتى عن قصة المحاميين كمان اللي انتحلوا صفة بهدف يعني رشا أو في أقله في شك بأنه بهدف رشا منعتنا قابة المحاميين المحكمة عنده الوزير أشرف ريفي قضايا أهم يهتم فيها عنده واحد سمعة القضاء اللبناني أنا معروف أني صديق للقضاء اللبناني ويحترم القضاء اللبنانيين وأول واحد دفع عن حقوق هون بهذا الاستيديو لكن اليوم بصراحة سمعة القضاء اللبناني كل يوم عم بتزيد سوق بس هو الوزير ريفي يعني ينطلق من رفضه لقرارات المحكمة العسكرية يعني يقول أنه يا ست نانسي فيه قانون وفيه معلم معلمه لأشرف ريفي القانون بيقول أنه أنت فيك تعجله محاكمته بس أنت ما فيك اليوم تحاكمه بمطرحي واحد اثنين فيه معلم اسمه نادر الحريري معلمه لأشرف ريفي عمل تسويه لحتى يفعل الحكومة هاي التسويه بتقول عجله محاكمته لمشيل اسمحة يطول باله بكرة جاي المحاكمة يمكن محكمة التمييزة العسكرية تعطيه أكثر ما بده يعطيه المجلس العدلي اثنين المجلس العدلي ما كمان هو هيا استثنائية قضائية الوزير أشرف ريفي مفترض يهتم بالجسم القضائي أكثر الوزير أشرف ريفي مفترض يحكي معنا قابة المحامين تخلي المحامين عن الإرهابيين اللي عم بيتهربوا من جلسات المحاكمة يحضروا لحتى يطلق أحكام بس هوني استيس سالم حضرتك عم تسمع أنه بشارع المستقبل باتت الأصوات تعلو متهمة رئيس سعد الحريري بأنه عم يتنازر وعم ينكسر وعم بكل مرة بخود معركة ليهزم خاله فيها يعني ليش بدك تفوت بالمعركة إذا كنت مش قدر تكملها اليوم الأصوات عم بتكون على هيدا الأساس مش على انتقاد الوزيري فشفنا بالأمس مبارح ردود الفعل في أمرين الأمر الأول إليه علاقة بضعف شخصية سعد الحريري ومش أنا مش عمهينه لكن اليوم على المعيار إذا بتحطيه على الميزان لسعد الحريري مع الطبق السياسي اللبناني معظمة مش رحقول كله لأنه فيه ناس بمستوى الاي كيو بتاعه بيطلع سعد الحريري قاسر في الحياة السياسية وما لحق عمل سنتين فيه ورئيس الحكومي يتعلم يحمل حاله وطار سعد الحريري عم بفلت الشارع منه وسعد الحريري معتقد إنه فيه لعب اللعبة اللي هي معروفة إنه يا أنا يا أبو بكر البغدادي لا عيني بكرة رح يطلع مرجعيات سنية صغيرة بالبقاع وبجنوب وببيروت وبشمال وبجبل لبنان والناس يلي إنتي مش عم بتشوفهم هلأ بكرة غيرك رح يشوفهم ست نانسي وصلت السعودية تفتح على بعض تماني أذار السنة وشفتي الدعوة لخينة أبو حسين مراد وصلت السعودية إنه اليوم ما تبعث معاشات وموظفين سعد الحريري بوسائل إعلامية وإنتي زميلي وبتعرفي من الزملاء اللي إلهم 11 شهر مش عم بيقبضوا كل المؤشرات بتدل على أنه جسم طياره مستقبل جسمي أنهار شو الحل؟ الحل أن يأتي سعد الحريري بخطاب واحد يروس فيه الصفوف شو هو هذا الخطاب؟ خطاب وطني بدي يطلع من اللعبة طيب أنه الرجل بالأمس يقول لا يمثلني هذا الخطاب اليوم عم بتقول عنه أنه شو اللي بده يعمل ما في يقول لا يمثلني هذا الخطاب ويكون عم يعمل سكي باريز طيب شو بده يعمل؟ بده يجي على البناء بده يطلع له وان وي تيكت هناك مانة أدار حال أطعولوا وان وي تيكت من رئاسة الحكومة بس ما أطعولوا وان وي تيكت من الحياة السياسية بس لما تكون أنت شخص ويمثل هذه الأكثرية في بيئته وفي محيطه جيت أنت تقوله طلع لبرد ما هي عم يتفحق أمشيل عم عم يتفحق أمشيل عم وين عم يتفحق أموائف الانتخابات؟ لا برئاسة الجمهورية واحد من الأسباب التي لم تتوج الرئيس ميشيل عون رئيساً للجمهورية هي هاي دي الوان وي تيكت ما السياسي بكوس مش هيك ملاكمة أكل بوكس سعد الحريري هي رده شو اللي مخلي بس هو العماد عون أخذ هذا القرار ولا حزب الله؟ هاي هلأ هني حملوها للعماد عون بالأخير عماد عون وحزب الله مثل ما الورزيل الفرنجي كان من ضمن هايدي التركيبة بس اللي طلع أعلن بالرابية هو الجنرال ميشيل عون أنا مش عمبرر أنا عم بوصف أنا عم بقول أنه سعد الحريري عم بقول أنا تعرضت لضرب تحت الحزام الشيك عم تقولي أنا عم بجيوبك كمان سعد الحريري رجع رد هذا الضرب بضرب تحت الحزام وقال له للجنرال ميشيل عون أنت ما فيك تكون رئيس جمهورية بالرغم أنك صاحب الكتلة المسيحية الأكبر لأنك بيوم الأيام جبت نجيب مئاتي اللي هو أقل مني بالحضور يعني أنا بدي سألك سؤال هيدا المنطق تاع المستقبل مش منطق نجيب مئاتي بيمثل عند السنة أكتر ولا سليمان فرنجي بيمثل عند المسيحية أكتر جروبيني بس كمان لما يكون عندهم قرار أنه هن يسموا ويقرروا وهيدا الفرد يعني فكرة أنه مش التمثيل بقدر ما هي قوة فرد أنا ما عم بدافئ أنا عم بوصف أنا عم بوصف أنا عم بقول يعني حزب الله قادر أن يوصل كان رئيس ميقاتي إلى رسولة التحقل وسعد الحريري هل سعد الحريري قادر على إيصال سيمان فرنجي يا هذا السؤال رئاسة الجمهورية لو قادر كان فعلا بلشت فيها هل بـ 22-12-2015 كمان اكتبت مقال بالجمهورية ومن المقالات اللي أنا فرحان فيها الفراغ باقي ويتمدد قلت أنه داخل المطبخ السياسي الواحد اللي هو داخل فريقنا فيه رؤيتان فيه رؤية بتقول هذا الحكي بشهر 12 أنه بالربع الأول من العام 2016 يعني لحدود أزار قد يكون هناك رئيس جمهورية أما الرؤية الثانية والحقيقية والجدية بتقول قبل 18 شهر ما في رئيس الجمهورية 18 من هلأ 18 من أول السنة يعني قبل 2017 يعني عم نحكي بسنة ونوص اي طبعا ورح أطيكي عدة إشارات مين أكتر حدا حابب يكون فيه رئيس جمهورية مين جنرال مشيل عون شيك طيب جنرال مشيل عون هو عم بفاوض على تعيين المجلس العسكري أخير هلأ بالرابع طلب من الرئيس بري ومن حزب الله ومن المستقبل تعهد أنه بأيلول بدنا نغير قائد الجيش إذن ضمنا بيعرف العماب مشيل عون أنه من هون لأيلول ما فيه رئيس جمهورية جديد لأنه لو فيه رئيس جمهورية جديد مش بحاجة أنت تفاوضي على مركز قائد الجيش يلي بأيلول بيخلص تمديده الحالة وبيحقله بالتمديد سنة إضافية إذن الجميع يعلم أنه لا انتخابات رئاسية قريبة في لبنان والجميع للأسف يضحك على جمهوره ويمثل عليه وعن بهيجوا بعض الناس على الفاضي ودائما منقول ورح نعيد يا أحبتنا يا أخواتنا يا جمهورنا يا أصدقائنا حتى يا خصومنا ما تتنقروا على استحقاق الرئاسي لأن ببساطة رئيس جمهورية ما فيه لعدة إشارات إشارة الأولى أن الاشتباك السعودي الإيراني مستمر ولا استحقاق رئاسي مدام هناك اشتباك سني شيعي في المنطقة واحد اثنين ملحق بواحد كل المؤشرات اللي عم تشوفيها حضرتك كصحفية بتدل أنه فيه حل الاشتباك سني الشيعي أو لا نحن رحل على مزيد من التوتير بس إذا هو ما يزيد من التوتير ليش عم تنحل بالحكومة؟ عم تنحل بالحكومة لأن ما فيه استحق رئاسي برافو ليش تشكلت الحكومة؟ ليش بذروة الاشتباك بين حزب الله وطيارة المستقبل؟ إجا حدا نقول كان فيه قرار على تحييد ابناني كان فيه قرار لا أنه فيه فراغ جاي بدنا نديره كنا بيأذار وعم بيقولوا بـ 25 أيار فيه فراغ وأنا هون مع أختنا وزاملتنا وصديقتنا سمر بوخالين قلت للقوات اللبنانية نصيحة خصم لكن طالعا من العقل ما تفكروا أنه هاي الحكومة شهرين هاي دي الحكومة يمكن تكون سنتين وهي نفتنا بالتالتة وأنا هلا عم بقول لك هاي دي الحكومة يمكن تعيش خمس سنين تعمل ولاية رئيس المهورية تعمل ولاية تعمل ولاية صح ولا هاي يمكن يكون الفراغ ست سنين ما في شي بيمنع وجود الحكومة تعيين المجلس العسكري الحديث عن قائد الجيش بأيلول كل هذه إشارات تدل على أنه لا استحقق رئاسة انتخابات الأمريكية بعد 11 شهر يعني من هلأ ل11 شهر ما حدا فضيلنا حتى سفير أمريكي ببيروت مش فضين عينه ولو كان في رئيس جمهورية مش فضين انت بتعرف المجتمع الأمريكي والنظام الأمريكي ونظام رئاسي بس على هاي الحالة إذا هايك إذا هيدا هو المنطق فحتى ليش بدو يسير السجال داخل البيت الواحد سواء بثمانية أو بأربعة عشر يعني بالأمس تنختم موضوع خلاف ريفي الحريري هل سينتهي الموضوع عند تغريدة تويتر ولا بتلاقي أنه ممكن الوزير ريفي أن يخرج من سرب المستقبل كما جرى أو يخرج كما جرى مع النائب خالد الظاهر سابقا المسألة لأ خالد الظاهر مسألة أخرى الحج خالد الظاهر خلفية وهي خلفية جاية من الجماعة الإسلامية اللي هي الأخوان المسلمين صح؟ أشرف لي في خلفية وزابط مرافق للشهيد رفيق الحريري ترأ أوصر وزير شيء؟ إذن أشرف لي في مرجعيته الأساسية في المملكة العربية السعودية بينما الحج خالد قادر يكون على علاقة بقطر قادر يكون على علاقة بتنظيم الأخوان المسلمين قادر يكون على علاقة بتركيا هامشوا أوسع وحصانتوا النيابية برأي أوسع أنا ما فيه الدعي أني بعرف تركيبة البيت الداخلي لتيارة المستقبل بس أنا اللي بعرفه بتركيبة الأحزاب اللبنانية اللي بيطلع عن الصف الحزبي بيخلص يا بسجن رومية يا بالمنفى ما فيه ولا واحد طلع عن التركيبة الحزبية بكل الأحزاب بثمانية واربعة عشر لأنهم ديمقراطيين لأنهم ديمقراطيين لأنهم كثير ديمقراطيين لأنهم ديمقراطيين عطارين أبو عنطر نحن هذا الوضع هاي فيه زعيم طايفي بيصفر بتوقف الناس بالصف فيه ناس بطبيعة تركيبتها بيكون عندها خيارات أخرى منا خالد الظاهر لأنا بقول لكل الناس لازم تعرفوا هذا مش زم هذا توصيف أن الحج خالد الظاهر خلفيته الأساسية هي خلفية أخوان المسلمين بسهما لا ينفي هذا الموضوع هو من ضلع الجماعة الإسلامية للرجل وخاض الانتخابات على هذا المسلم مشان الناس تعرف أنه شو هي الخيارات السياسية بعض الناس بيخطوا بين الحال الوهبية السعودية وبين الحال الإخوانية الحال الإخوانية شيء والحال الوهبية السعودية شيء على هذه الحالة ماذا تصف أين تدعى اليوم الخيارات لأنه يتهم تيار المستقبل بأنه هو سعودي التمويل والهوى سعودي أوجيه سعودي أوجيه فهون يعني شو بيطلعه من الحال الوهبية لا طياره مستقبل مرتبط بالديوان يعني تاريخيا رفيق الحريري الله يرحمه والرئيس سعد الحريري اتنا ناتوا مرتبطين بالديوان الملكي اليوم الديوان الملكي عنده محمد بن سلمان لكن محمد بن سلمان ليس الحاكم المطلق في السعودية هو الحاكم الأقوى لكنه ليس الحاكم المطلق رح ندخل نرجع نعلق لماذا لم يتحدث عن موضوع قيادة مجلس قوى الأمان لا الهيئة مرأ شي بس للناس دايما الحكي جوا بيكون بالعادي شي وبره شي وزيرنا هذا المشنوق خاص بالسياسي بس ما فيك ما تحترمي عقله السياسي هذه الزيارة عنوانة واحد حكي الوزير نهاد المشنوق باليومين الماضيين مع قيادة حركة أمل وقيادة حزب الله للأسف على الطريقة اللبنانية تفقوا على أسماء الشيعة بمجلس قيادة قوى الأمن الداخلي هني كتيار مستقبل حسمين أمرهم ومن ضمنه يعني عم نحكي عن مركز يعني مدير العام قوى الأمن الداخلي عم نحكي عن أعضاء مجلس قيادة بس أعضاء مجلس قيادة نواء إبراهيم بصبوس موظف الدولي اللبناني الوحيد يعني هو واحد من أعجيب لبنان اللي بيقولوله بدنا ممددلك لهم بدي في العلبات وبعتقد هيدا الرجل نتبه أنا بالشخصي ما بيعني لي ولا بعرفه مشان هيك أحد لم يصوب عليه يوما بسلوك شخص محترم ومؤسسة قوى الأمن الداخلي بزمنه رجع تتذكرنا بأيام الوزير لياس المر يوم اللي كانت مؤسسة محترمة هلأ مش كتير فعالة مظبوط بس اليوم وضعها أحلى من أيام أشرف ريفي على الأكيد لواء إبراهيم بصبوس بعتقادة فيه إجماع وطني عليه هو عنده رغبة يفل والناس عنده رغبة أنه يبقى فيه تعينات جديدة بمجلس إيادة قوى الأمن الداخلي وهذا الأمر ضروري هلأ بالأعضاء المسيحيين سيستمز جراء العمادعون والقوات اللبنانية وسائر الأفريقاء هلأ القوات اللبنانية هنا برات الحكومة وبالتالي ما عندنا أصوات الأساس أن حزب الكتائب والتيار الوطني الحر وبدرجة أولى التيار الوطني الحر رح تبع معك أستاذ سانم لكن ننتقل مجددا إلى كلارا وما اخترته لنا من الصحف إليك كلارا شكرا نانسي نبدأ الصحف اليوم بالأخبار ومقالي هيام قصيفي تحت عنوان نقاش مستقبلي حول تسوية عون رئيسا في بعض الملاحظات التي وضعتها القصيفي الدوائر السعودية التي كانت قد أوحد بدعم سعودي رسمي على مستوى رفيع لترشيح فرنجيه لم تعد متمسكة هي نفسها بهذا الترشيح فهذا الملف الذي يتم التدول في شأنه المسؤول عنه سعوديا أقفل ولم يعد قيد البحث والرياض وإن لم تعلن دعمها لترشيح رئيس حزب القوات سمير جعجع لرئيس كاتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون إلا أنها لم تعد في موقف المعارض بالمطلق لهذا الترشيح إلى حد قول بعض المطلعين أنها رفعت الفيتو عنه خلافا لكل ما يتدوله فريق الحريري في بيروت بالإحاء بأن موقع جعجع لم يعد سويا في الرياض وبأن السعودية لا يمكن أن تقبل بأي تسوية يطرحها جعجع للإتيان بعون رئيسا ثاني هذه الملاحظات المفاوضات الجارية بهدوء ولكن بثبات بين الحريري والتحالف المسيحي تتحدث بوضوح عن الأثمان التي يتطلبها تبني الحريري دعم عون في ظل لقاءات تعقد مباشرة بين قادة في المستقبل والربي واتصالات بالواسطة ورغم أن عددا من شخصيات المستقبل وقادته لا يكنون الود لعون وكانوا ضد الحوار الذي أجره الحريري معه قبل عام إلا أن هؤلاء أنفسهم لم يقتنعوا على الإطلاق بترشيح الحريري لفرنجي لكنهم اضطروا تحت وطأة ضغط رئيس الحكومة السابق إلى عقد لقاءات وأطلق تصريحات تجميلية لتبرير ترشيح فرنجي خصوصا أن تسوية باريس لم تجد صداها على الإطلاق في الشارع السني الذي يدين بالولاء للمستقبل وبعيدا عن الحملات الأعلامية والضغط السياسي تقول هيام القصيفي الضغط على معراب والربي معا والتصويب في بيانات رسمية على عون فأن هذه الشخصيات القيادية والأساسية باتت بحسب المعلومات أقرب إلى الاقتناع بترشيح عون عند المفاضلة بينه وبين فرنجي ولو عبر شروط لا تزال تحاول طرحها على المتحاورين أيضا كتب في الأخبار وفيق قانسو يقول سليمين فرنجي ليس في وارد الانسحاب من السباق الرئاسي أبدا بل يتصرف على أساس أنها مسألة وقت قبل أن يحمل لقب فخامة الرئيس معاولا على تأييد دولي متمثل بالولايات المتحدة وفرنسا وإقليمي متمثل بالسعودية وداخلي متمثل بالحريري والرئيس نبيه بري والنائب وليد جملاط وهو أبلغ ديبلوماسيين وسياسيين وصحفيين التقاهم أخيرا أنها قضية كم شهر للتخلص من البلان A وفرد البلان B بعد أن تضيق أو تضيق عفوا كل الأطراف ذرعا بالجمود الرئاسي أيضا كتب في مقاله وفيق قانسو نقلا أن دوائر الكرسي الرسولي عادت إلى ترويج لإسم سفير لبنان في الفاتيكان العميد المتقاعد جورج هوري مرشحا رئاسيا وقد طرح السفير البابوي في بيروت كابريال كاتشيا الأمر على بكركي أخيرا للخروج من معادلة الأقطاب الأربعة بعدما أخل هؤلاء بموافقتهم المسبقة على التنازل لأكثرهم حظا مصادر ديبلوماسية تقول للأخبار أن طرح هوري ينطلق من أنه قد يكون مرشحا مقبولا من الجميع وتنقل عنه قوله أنني أقرب إلى كل الأطراف من أي مرشح آخر قد يحل لكثيرين السؤال كم دبابة يملك البابا في إشارة إلى أن لا قدرة ضغط فعلية لدى الفاتيكان لفرض مرشح أو تعديل كفة آخر جواب المصادر بعدد الدبابات التي كان يملكها حسني مبارك عندما اقترح اسم ميشيل سليمان للرئاسة عام 2008 من دون أن يعني ذلك أن هذا السيناريو يملك حظوظا كبير على الأقل في الوقت الحالي من الأخبار إلى النهار ومصادر النهار أن ثمت من صارح رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في الأيام الأخيرة بأنه أخطأ بتأييده رئيس تيار المردة سليمان فرنجي وترشيحه للرئاسة الأمر الذي أعطى رئيس حزب القوات ذريعة استثنائية وحضه على تجرع كأس ترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح من معراب وحذرت جهات في 14 أذار من أن تقديم الحريري إشارات إيجابية حيال فرنجي في مهرجان 14 شباط سيدفع شخصيات مسحية مناوئة لرئيس تيار المردة إلى المغادرة وقفل الصفحة مع تيار المستقبل ننتقل إلى الديار حيث كتب سيمو أبو فاضل الحريري لن أنتخب عون ولن أنسحب فرنجي والقبعة جاهزة في مقتطفات مما كتبه سيمو أبو فاضل احتمال انسحاب فرنجي من المعركة الرئاسية لصالح عون لا يدفع الحريري حسب المعطيات لانتخاب رئيس تكتل التغيير والإصلاح رئيسا للجمهورية إذا ما بقي وحده على حلبة الرئاسة وإن كانت الواء قائع الميدانية السياسية في سوريا تتقدم لصالح النظام وحليفه حزب الله الذي سيكون له رأي وازن في الانتخابات وذلك موازاة لورقة قوة يحملها عون منطلقها ترشيح جعجع له الذي قد يكون عمل على تحسين موقع عون في السعودية في القبس الكويتية وعن زيادة في سعر البنزين أكد مصدر وزاري للقبس أننا أمام أزمة حقيقية فيما يتعلق بتغطية نفقات ضاغطة من دون أن يكون هناك الوقت الكافي لمعالجة شاملة وهيكلية للوضع الحالي ما يجعل من رفع الضريبة على البنزين أمر لا مفر منه لكننا نتفهم ردة الفعل الصاخبة على مثل هذا الإجراء والكل يتخوف من أحراق أصباعه في الملف ومن دون أن يكون هناك أي خيار آخر ونختم مع السفير ماشاة السفير كتبت شكل الإعلان السعودي عن إرسال قوات برية إلى سوريا وتوسيع المشاركة الجوية في الحرب ضد داعش أحد أبرز مؤشراته لكن مرجعا لبنانيا واسع الاطلاع جازف بالقول للسفير أن كل الهدف من البروباجندا هذه هو محاولة فرض وقف سريع لإطلاق النار يؤدي إلى وقف اندفاعة الجيش السوري بدفع روسي إيراني باتجاه حلب والحدود التركية المرجع يؤكد أن السعوديين لا يترجرأوا على إرسال جندي واحد إلى سوريا إلا بموافقة الأمريكيين وبانخراطهم إلى جانبهم في أي مواطن ميداني بري والكل يعلم أن الأمريكيين ليسوا في وارد استفزاز الروس لا بل يحرصون على تغطية أي عملية بقرار من مجلس الأمن الدولي وهو أمر سيكون صعب المنال إلا إذا كان قرار السعوديين سيصب في مصلحة النظام السوري أي إرسال قوات لقتال داعش على الأرض السورية وذلك عبر البوابة الأردنية التي باتت محكومة بإيقاع التنسيق الأمني السوري الأردني غير المسبوق بإيقاعه المنتظم منذ خمس سنوات حتى الآن وأيضا يؤكد المرجع أن سعوديين كشف المرجع بالأحرى أن الأمريكيين بعثوا بإشارات إيجابية إلى الحكومة السورية في الآوينة الأخيرة عبر أكثر من قنات بينها رسالة من موفد يمثل البنتاجون تتعلق برئاسة الجمهورية في لبنان ولافت للانتباه تقول السفير أنه بالتزامن مع هذه الرسالة كانت جيمس أوبراين المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص المكلف ملف الرهائن الأمريكيين في العالم وتحريرهم يقوم بزيارة معلنة لبيروت في مطلع شباط الحالي إذ أمضى فيها حوالي 24 ساعة التقى خلالها فريق السفارة الأمريكية في عوكر وشخصية رسمية لبنانية وحيدة تمحورت أسئلته حول كيفية تقديم المساعدة له من أجل تنفيذ المهمة التي كلفه بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في نهاية أب 2015 قبل أن ننتقل إلى فاصل إعلاني ننتقل إلى الزميلة نوال بري التي تتابع منشريات تفجير الجيش اللبناني يبدو ليساعد عبوة في سوريدات زبطت معنا زبطت معك خبرة نوال صباح الخير نعم ننسي بداية عشان منوهل الشاهدين طبعا المواطنين هذا الخبر منو مضبوط القوى الأمية اشتبهت لحقيبة موجودة بالقرب من درون كافيسي وفد بيوت وهي مواجهة لساحة النجمة أو البرلمان اللبناني مجلس النواب وبالتالي عمدت إلى تفتيتها عبر استخدام استقامية لفتشها خوفا من وجود أي صاعق داخلها ليتبين بعدها طورا بعد وصول خبير المتفجرات إليها والذي استخدم كما كان إذن مدفع المياه بأنها خالية من المتفجرات وهي لشخص كان قد نساها هناك وكان بداخلها كتب يعني أغراض شخصية وبالتالي كانت القوى الأمنية قد انتشرت وكان هناك فوق أمني وسرعان ما فك هذا الصوق وعادت الحياة لطبيعتها والقوى الأمنية أصدرت بيان في هذا الإطار نحن كنا موجودون الآن هناك وأكدت بأن نفت ما كان قد أشيع على مواقع التواصل يعني كما تجد العادة للأسف ننسي كتير سهل الواحد ينوهل في لبنان وبالتالي نؤكد أنه ما في شيء فقط هي استباه بحقيبة خالية من أي مواد متفجرة نعم شكرا لك نوال بدي ولهيك أن للناس لازم ينتبهوا بين تفجير عبوي وبين أحيانا تفجر شنطة أو حقيبة أو شيء مشتبه فيه لحتى تشوف إذا بقلبه شيء نعم يبدو لأنه طلع صاحب التخمين إنه هدي مش عبوي لا إن الكوى الأمنية بدل ما تفتحها فزارتها لأنه في الأخير في فرق أنك تفتحيها بإيدك لا سمح الله تفجر بإيد الخبير أو أنه يفجر عن بعض ويبين أنه ما في شيء بيأكل الضرب صاحبها لبينساها إذا عنده رائع منه بقلبه راح أتابع معك حوارنا وسندخل أكثر إلى عدد من العنوين ومن ضمنه كيف سينتهي أو ما هي نتائج لقاء العميد شامر روكوز مع توني ستيمان فرنجية وهل سيكون فعلا في لقاء كمة بين العماد عون ونائب ستيمان فرنجية بعد فاصل علينا مشاهدين أبراحب فيكم مجددا ونتابع حوارنا مع مدير مركز الارتكاز العالمي سالم زهران استسانم بموضوع ترحيل النفايات لأقارات الحكومة بالأمس هل الترحيل صار واقع من بعد 50 مليون؟ بصراحة بالزيارة الأخيرة بموسكو من حوالي 10 أيام أنا سألت أحد الوزراء الروس كان جوابه أنه هذه الشركة لاتفية ونحن في مسافة بعيدة بين لبنان وروسية وفي محيطات صعب أنه توصل النفايات لعنا حالو كتير اللي صار مبارح باللال مرجعنا اتصلنا بصديقنا بروسيا بلغني وهي يمكن الحكي عم نقوله على الهواء أنه الرئيس تمام اسلام تصل بالرئيس مدفدف رئيس الحكومة الروسية وطلب منه أنه بما أنه روسيا عم بتساعد العالم العربي بمكافحة الإرهاب تكمل فضله معنا وتشيلها زبالي لأنه نحن مش عم نقدر نشيلها الجانب الروسي وافق من باب مساعدته للبنان خاصة عم تحكي عن 17 مليون كيلو متر مربع مساحة روسيا الاتحادية ويمكن الناس ما بيعرفوه فيه بروسية 11 توقيت يعني فيه مطرح بروسيا الاتحادية بيكون فرق 11 ساعة عن مطرح تاني وافقوا وبس بعتقد مثل ما فهمت مبارح على التليفون أنه الحكي كان سريع أنه رح ياخدوا الزبالي الطازة بالمرحل الأولى الزبالي الطازة اللي هي بتتدور بين عمل منها كهرباء بيبقى المشكلة الزبالي اللي متراكمة من الشهور وين بدأ تروح؟ هيدا هو مفتقال رح تبقى تنكب حد الكوستا برافا ورح تنكب بسرار ورح تنكب هون ورح تنكب هون خلاص المكبات حد دالة مكبات فيه 200-300 مكبات ما بقى نكزب على بعضنا للأسف اللبنانيين جميعا أخطأوا بمسألة النفايات جميعا أخطأوا بالوقت اللي كانت عم تتظاهر الناس ضد المطامر كان فيه مطامر غير شرعية مكبات عم تطلع شغالة مكبات ومطامر لأنه شو الطريقة هي الكوستا برافا شو عم بصير حفره 400 متر عم بيكبوا زبال ويكبوا فوق مننا رامل للأسف رح ندفع نصف مليار دولار دين عقلبنا ورح نزيد الدين علينا بالمقابل عم تتاخذ الزبال اللي فينا ندورها ونعمل منها كهرباء بدل ما نكون عم نودي الزبالة المفترضية متراكمة عنها الزبالة المتراكمة عنها المتحللة ما حدا رح يستقبلها لروسيا ولا غير روسيا خلاص صارت لأنه غير قابلة أساسا للفرز والفرز والخلاص صارت صارت عبوي إذا بدك ضرر بيئي عبوي 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 بيئي بكل معنى الكلمة واللي بيعرف الأمراض واللي عنده أولاد وعندك أولاد وعند أولاد بيشوف نوعية الجريب اللي عم بيجي عند الناس نوعية الحساسية مظبوط هلأ بيقول الوزير وقل بفعور ما قالوا علاقة بالأتشوان أنوان مظبوط بس في عشرة تلاف نوع فيروس بيشبهوا علاقة بزبالة حتى في فيروس ياباني نسيت اسمه وضرب جزب الوزير حتى يعني الوزير الخليف قال أنه أنه ما بدأ بحث علمي أنه بزبالة ولا بلد زبالة أحسن أنه قال من دول ما نفوط بالبخوت صح أنه بلد الأوبئة فيه هيك عم تنتشر على الطرقات بين البيوت بالمياه يعني خلاص صارت بالأنهو بكل مكان بخيروكي بخيروكي أنه شو بكون قالوا لا ما في أدرار أو السرقة والفساد والتكلف العالي أو تبقى لزبالة وتبقى عم تمرض أنا برأيي رح نخسر الاثنين بسول الخمسين مليون كدفعة أولى من وين أجوا؟ من احتياط الموازنة احتياط الموازنة اللي بعد فيه مع أساس احتياط الموازنة لا عم بشيلوهم من المطال قال لك شو عم بصير بصراحة؟ بشيلو من أموال مثلا العلاقة بالمصاريف بالسفر بالنقليات بمدرشو بشيلوها من هون بكبوها هون في مثل عربي معروف الفقر بيولد لنقار واحد من أسباب دنقار داخل الحكومة ما له علاقة بالخلاف السياسي والدليل أنه المشكلة بين الوزير اللي ياسبه صعب والمشكل بين الحاجة عليه حسن خليل هو مشكل بالسياسي ما له أساس اثنان اللي ياسبه صعب يضل بعين الثاني وأنا بعرف قداش كيادة حركة أمل بتحبه وفي علاقة عائلية مع بعضهم السبب له علاقة بالفقر لأنه بس يقول أنه الوزير بصعب أعلي أساسا أكرم على في الأساس المتعاقدين لأنه الأموال موجودة بوزير التربية بس ويفقولي الأخرفة الفقر بيولد لنقار والأمل بجرسي والأمل بجرسي أحاديث الأوبئة بصراحة مالية الدولة مهترية الحل حتى ما نكون عم النق يمكن حدا نهلا بقول عم بناء مثل هو مثل غيره وشو الحل؟ حل بسيط حضرتك إعلامية ومراسلة قبل ما تكوني محاورة روح يجيبي مقررات مجلس الوزراء أنا قريتهم المرة الماضية واللي قبل كل الوزارات دون استثناء من وزارة الصحة مزبوط لوزارة التربية لوزارة الأشغال لا 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 بالتراضي سفقات بالتراضي تلزيم بالتراضي حتى لا كل الأموال بالتراضي لا تلزيم بالتراضي في إدارة المناقصات الحل الجدي الحقيقي تروح تفعل إدارة المناقصات وما بقى تعمر مستشفيات بالتراضي ولا تعمر مدارس بالتراضي ولا تفتح لي طريق وتشقه بالتراضي ولا حتى تشتري سلاح بالتراضي بس هون هدول الأموال إذا راحوا على الترحيل شو بدي يصير بالبلديات اللي هي مفروض تقبض أموالها لحتى تفرز لحتى تحل أزمة النفاية تقول خلص كمين أموال البلديات جمدت البلديات بقرار الحكومة أموال عائدات الخلوة ما حدا راح أقرب عليها بس اللي اللبناني ما بيعرفوا عنا 500-600 بلدية معطلة مظبوط أو نص معطلة لش نحن عنا جسم بلدي طبيعي معظم البلديات بالكورة بشماله بجنوب مظبوط محل المجلس البلدي أو معطلة معطلة حتى بلدي ببيروت شو عم تشتغل شو عم تنتج عشي يعني عندك يا تعطيل مقنع يا تعطيل دائم لهيك اليوم فيه ساعة أنه يصير فيه انتخابات بلدية ماركب تتفع على الحياة أيضا من ضمن العنوين بموضوع فرنجية عون هل عندك معلومات عن دقاء اللي جمع العمير مشان الناس ما اتتعب قلبها حزب الله لم يطلب من الوزير اسليماني فرنجي الانسحاب من الاستحقاق الرئاسي لماذا؟ يمكن حدا نقلك خيلي شو هالفصام بالشخصية عند حزب الله كيف عم بيقله لنور عيني ما تنسحب من الاستحق الرئاسي بالوقت اللي هم عم بقله ما تنسحب هم عم بقله انسحب بمطرح اذا بتقري بهدوء السيد حسن بخطابه كان واضح والحج حسين الخليل الله يحفظه له اثنين وكانوا واضحين اذا اليوم انسحب اسليماني فرنجية هل غدا ينتخب الرئيس ميشيل عون رئيسا للجمهورية هل انسحاب سليمان فرنجيه بيأمن النصاب العددي والسياسي بكل صراحة حزب الله عنده تقدير أنه إذا انسحب سليمان فرنجيه اليوم من الاستحقاق الرئاسي رح يطلع سعد الحريري يعمل أمر من اثنين أو بيرشح الوزير بطرس حرب وبيصير عنا المعادلة جنرال ميشيل عون بطرس حرب مثل كان نجا جاحا صح أو بدي روح يرشح وسطه وبتصير أصعب لأنه بدي ضم ساعته أصوات ولي جميلات لأله وجزء من المستقلين وبالتالي شو عم بقول حزب الله الأطراف المحلية حسمت أمرا حسمت أمرا كل واحد عارف شو بده ومين بده الأطراف الإقليمية ما حسمت أمرا ولا استحقاق رئاسي إلى أن يأتي طاولة الحوار الإقليمي طيب أي أفضل لحزب الله يروح طاولة الحوار الإقليمي والمرشحين سليمان فرنجيه مع حفظ الألقاب وميشيل عون مع حفظ الألقاب أو يروح معه ميشيل عون وبطرس حرب بكل صراحة حزب الله لم يضغط على سليمان فرنجيه أن ينسحب من الاستحقاق لو أن الحريري يوافق على عون بيقدر حزب الله يضغط على سليمان فرنجيه لأن الانسحاب مشكلتنا بالخطة A والخطة B إذا أنا بجاوبك عيد السؤال على ما أنه بعرف جوابه كون عم بدر بالخطة A والخطة B بس جوابه إيجابي حزب الله إذا مش باستة الضغط باستة الموني يمون شوف يا سيد نادس مع صديقتنا سيد سمر هون يوم اللي كانت الناس هاجمة بالشخصي على وزير السليمان فرنجيه طلعت قلة جملة ما بيستحي فيها وبضني عيدها اليوم وبكرة وبعد مئة سنة ومش قاصط فيها حدا محدد مطرح ما بيحط إجروا سليمان فرنجيه في ناس بتتمنى تحط راسا هذا بالشخصي هلأ بالسياسي في حكي تاني بالسياسي بكل وضوح وبكل صراحة اليوم نحن بمرحلة فراغ ولن يذهب حزب الله لانتخاب رئيس دون المكون السني المكون السني بيتمنى حزب الله أن تكون لقحت السنة بمجلس النواب مع العميق مصطفى حمدان طب كين يمش بالوزير السلامة في نجيه زيك لماذا لم يمش بالوزير السلامة في نجيه المكون السني اختار أحدهم بثماني قدار لأن بيكون في غضب أيضا داخل المكون المسيحي أو جزء كبير من المكون المسيحي حزب الله لن يذهب إلى الاستحقاق الرئاسي إلا وهو مأمن النصاب على الطريقة اللبنانية بدون يكون السنة قبل الشيعة عم يتخبوا جنرال مشال عون وإلا خلينا بالفراغ ومش مستعجلين بس اليوم حضرتك بين السلامين فرنجيه نائف سلامين فرنجيه العماد عون تختارني إسلامي فرنجيه؟ أنا ككتلي ولا كرئيس كتلي؟ شو عم تحكيني؟ كفخص بثماني قدار كرأي كرأي بثماني قدار كحدة حجابك حجابك تطلع الناس على الهوى وعلى السوشال ميديا وعلى تويتر بيحسسوك أنه والله كل واحد منهم عنده 25 نايب وأنه ما وقفوا لا بس عنده رأيه هي هيدا لنا التعبر عن رأيه هذا اللي قلته رح أرجع عيده لقد وصلنا إلى مكسب سياسي بأن التصفيات النهائية وصل عليها مرشحان اتنيناتهم من فريقنا وبس يقول السيد هيدا عين وهيدا نور العين أنا ما في يكون إلا وراء سماحت السيد حسن نصر الله شو يعني؟ نقطة على أول السطر كيف؟ بس السيد قال صراحة مرشحنا وحيد ودائم اسمه لعماد ميشيل عون أنا عم بقلك على الهوى فمن يختار هذا الجمهور إذا عم تحكي كم هو أفنى أنا عم بقلك على الهوى وبجرأة وبصراحة مرشحنا الجنرال ميشيل عون لكن أنا قرأت فيه كلام السيد نصر الله خطبة أنا حر تحليلي بفيه حلل وأنت تؤيد الخطة بي على الخطة لا أنا مع الخطة ألف طول ما هي عنده مجالة عيش بالسياسي ما بتروحي وحط خيار واحد كيف ترأت الخلاف بين صف الواحد بين وهاب وفرنجية مبسطت مثل الخلاف بين ريفي الحريري لا أكيد لا وبعتقد أنا سمعته مع خينا هشام حداد المفتن هشام هو فراس حلقة الاستاذ ويقام وهاب الأخيرة كانت حلقة فيها حب بتسوم خلاف الفرنجية بتصير المصارين بداخل البطنة تتخانق تتعارك ما طبيعي بكرة بيتصالحوا وكل اللي عم بسطين بالخلاف تطلع براسهم أنا ما بحب بشير فيه ليه ما قالت هيك عن ريفي ساعة الحريري لا لأنه الخصوم بسطت بخلافهم ايه خصوم ايه طبيعي انبسط وطبيعي اني ازعل لوقت اللي يكون فيه خلاف داخل فريقنا اللي أنا بعرفه من جو رفقاتنا بالمردة بما اني صاروا مصدر بطيار مستقبت وهم صاروا مصدر بطيار مستقبت وهم صاروا على كونتاكت انو الرئيس الليمان الفرنجية مش رح يحضر مزبوط سيمثل واحد بس دعي ألا ايه دعي بمين سيمثل على أغلب الوزير روني عريجي مثل ما السنة الماضية حضر خينر الرئيس تيار جبران باسيل وألا عون وليسب وصعب مزبوط كمان هالمرة رح يحضر روني عريجي طيب يمثل تيار الوطن الحر مدعو اي اي مدعو رح يتمثل ورح يكونوا بذات المستوى رح يبعطوا حدم الوزراء فعد الحريري بيحملها يرشح اسلامان الفرنجية المنطي بيقول لا مش لازم يرشحوا هلا إلا إذا رشحوا اليوم بيكونوا عم بيحرقوا كمان لأنه داعي القوات مش معقول يبغطون يعني بإعلان ترشيح مهني كمان بغطوا أعلنوا جنرال بس ما دعوه على الإعلان الترشيح إذا سعد الحريري تخيل أنه كان دكتور جعجع يدعي تيار المستقبل إليه انطاعه على مفاجأة هنه كل اللي طلعوا من القوتيين كانوا عارفين لاش طالعين على معراب النهار في رأيين في رأيي بيقول أنه سعد الحريري رشح سلامان فرنجية الآن بدي يعمل تسوية سياسية ترجعوا على رئاس الحكومة وأنه سلامان فرنجية بالأخير الشغل معه أسهل وإذا حط إيده حتى بإيد خصمه ما بيطلع منه في رأيي تاني بيقول لا أنه سعد الحريري في حدن خبيث قال له رشح سلامان فرنجية لحتى تدمر المرشحين الأقوياء ببعض ونروح على رئيس وسطي أنا ما عندي معلومة يقليية أكيدي والله كمشة بين إيدي بس أنا تقديراتي أنه سعد الحريري بحاجة يرجع لرئاسة الحكومة خطاب سيد نصر الله سلثاء المقبل الحكوم بفلسطين وعن فلسطين بمستوى دماء الحاج القائد عماد مغني بمستوى دماء السيد عباس الموسوي بمستوى دماء الشيخ الجليل راغب حرب هذا الخطاب إذا اللبنانيين نطرين يحكي فيه نفايات وسياسة ورئاسة هذا الخطاب من أجل فلسطين وعلى مستوى حلب وطلوع على مستوى حلب وطلوع بعد فاصل إعلاني أخير أستاذ سلم بما تبقى لنا من وقت معركة حلب كتبت سفير منذ يومين أو نقلت عن معهد واشنطن لدراسات عن تهديد لفتح الجبهة الشمالية اللبنانية وممكن نقل المعركة من قبل البعض من لبنان إلى سوريا وذلك لأن الوضع في حلب أو ردا على معركة حلب بصراحة وبشفافية أنا سألت أكثر اتنين معنيين بهذا الأمر قائد الجيش العماجة عن أهوجة وحزب الله العماجة عن أهوجة مرتاح للإجراءات الأمنية الموجودة بشمال اللي بيرائب الإحصاءات اللي بتطلع ببيانات مدرية التوجيه هي عدد أليل من كل التوقفات يدرك أن في الشمال عمليات ضبط على مدار الساعة يمكن هذا مجرد سيناريو مطروح على طولة التهديد والتهويل بصراحة موقف قيادة الجيش أنه من الداخل اللبناني لا إمكانية لقيام هجوم على سوريا لكن تبقى نافذة الاحتمالات واحدة مفتوحة إلى علاقة بحمص وإذا ما عادت حصل انتكاسة ورجع الداعش انتشرد بيجاوب حزب الله على هذه الزاوية أن كل الدلالات تشير لأن حمص لن تعود كما كانت خاصة مع وجود السخوي والسرعة في إيقاف الهجومات شو اللي كان يصير ست نانسي كانوا يقفزوا بالعراق وبسوريا المجموعات الداعشية عشرات كيلومترات بوقت كتير قليل لأنه بصراحة كانوا ينتقلوا بالليل كانوا يستفيدوا من عوامل المناخ اللي بتغطي على الطيران مثل احتلال تدمر أما اليوم السخوي بتشوف صح صح وإذا صار لا سمح الله وثبة هاي الوثبة ما فيها تكون سريعة طويلة وخاطفة وطويلة لأن السخوي اليوم موجودة لأن كاميرات المرائبة صارت كمان موجودة ولأن طيران الجو كمان صار موجود باختصار ما في داعي للألأ لأن الجيش اللبناني عم بيقوم بمهامه ولأن أيضا المقاومة والجيش السوري عم بيقوم بمهامه معركة حلب إلى أي مدى كمان يعني كما تفاجأ الناس بامتداد داعش السريع تفاجأ باسترجاع النظام والجيش السوري لهذه المنطقة لا اللي بيعرف تفاصيل العسكرية اللي كانت عم بيصير بيعرف أنه هيدا منه سريع المستشارين الإيرانيين حزب الله الجيش العرب السوري النوسور الزوبعة مجموعات الدفاع الوطني طيران الروسي إن شاء الله ما أنسى حدا الجميع شارك في معركة حلب اللي كانت عم بتصير بهدوء هي عبر تطويق حلب وعبر أمر آخر هو التعاون مع القوى الكردية اللي توجهت باتجاه الحدود مع تركيا يعني شق الطريق للقوى الكردية بتعاون مع الدولة السورية ومع الطيران الروسي وانصرف الجيش العرب السوري وحلفائه وخاصة حزب الله لتطويق حلب عبر الأرياف كانوا بيعتقدوا أن المعركة رح تسير بالمدينة ورح ينترك الريف معه عمنا الخطة جديدة أتى من الريف لتطويق المدينة هذا الأمر أني ما كانوا بحسنه طيب اليوم أهلي حلب فين يرجعوا على حلب ولا بعد أنا بيعتقاد يعني قدي بده وقت ليسي في فعلا أمساك بصراحة ست نالسي القيادة السورية عامل استراتيجية هي فصل الأجندة العسكرية على الأجندة السياسية القيادة الأمريكية عم بتقول لا الأجندة العسكرية والأجندة السياسية مع بعض لهيك وبطل سر بجناف اتصلت الإدارة الأمريكية بالإدارة الروسية قالت لهم يا بتوقفوا تقدم البري أنتوا حلفائكم يا نحن بدنا نوقف التفاوض قالوا لهم وقفوا التفاوض وقفوا التفاوض هلأ عم بيصير وقف إطلاق نار تستسنى منه داعش والنصرة لحتى الناس ترجع على جناف تلاتي وفي تحضير أيضا لموسكو تلاتي باختصار هناك صراع حقيقي بين الرؤيتين الرؤية الروسية مع الدولة السورية مع الأصدقاء بفصل المسار العسكري عن المسار السياسي والرؤية الأمريكية هي بجمعهم مع بعضهم البعض وربطهم مع بعضهم البعض لأن بصراحة اليوم الغلبة لصالح محورنا طيب اليوم بهذا المنطق ماذا بعد حلب؟ أنا باعتقادي حلب سوف تحرر لكن المسألة تحتاج إلى وقت سوف يتم تطويق حلب وفتح نافذ لهؤلاء المسلحين كي يفروا إلى العمق التركي وهناك إشارات جدية حقيقية لوقف إطلاق نار من هنا مطلع عزار في أجندة سياسية في عنوانين حكومة سورية موسعة أواخر حزيران وانتخابات رئاسية بمنتصف العام 2017 ويمكن بالصدفة تكون الأجندة الرئاسية اللبنانية والنيابية اللبنانية مرتبطة لأننا بمنتصف العام 2017 عنا استحاء نيابة ولأننا قد يكون عنا استحقاق رئاسي أيضا في منتصف هذا العام الاستحقاقات مرتبطة مع بعض البعض الأمريكيين والروس اتفقوا على أمرين الأمر الأول عدم الاشتباك فوق السماء السورية وتنصيق طلعات التحالف والقوى الروسية والأمر الثاني الأجندة السياسية المتمثلة بحكومة سورية موسعة وبانتخابات رئاسية يشارك فيها ممكن يكون الطارق على هذا الموضوع دخول قوات برية إلى سوريا أو أنه كما شفنا وسمعنا بأخران أنه فيه فرملي لهذا الطرح من قبل الأمريكيين وحتى السعوديين فيه فرملي تفوتي على سوريا بحاجة تفوتي عبر الحدود بالأردن وأنا اكتبت مقال بالصدفة لتقايت وقتل كنت موجود بموسكو كم وزير الدفاع السوري ورئيس الأركان الأردني وخينة حسين عبد الأمير لهيان فيه اتفاق أردني واضح موقع بين روسيا وبين الأردن بضبط عملية الحدود بالتالي السعودية غير قادرة على أن تدخل من الحدود الأردنية مش هيك الحدود العراقية موجودة مع داعش بنتج السعودية هي وداعش يفوتوا سواء لا هي عم تقول بتحارب داعش الحدود التركية اليوم تركيا بلغت من الجانب الروسي أي اجتياح لسوريا بري من الحدود التركية يعني حرب مباشرة مع الناتو مع تركيا يعني فيه قنابل نووية تكتيية حاضرة تضرب بعض المواقع التركية يعني أيضا فيه شيء أهم هو قطع الاتصالات بين تركيا والناتو وبالتالي المواجهة وجها لوجه هل هذا العالم يحتم الحرب عالمية أشك نحن نحن نوصل لنهي تلقائنا مدير مركز الاتكاة شكرا سلام زهران أهلا وسهلا فيك شكرا لحضورك وبس بآخر هيك مصد دقيقة السعودية هذه الإدارة العظيمة راحت اليوم أصدرت قرار بالأمس تحرم فيه الفلسطينيين الشتات من الدخول والاعتمار والحج وهذه صحيفة البديل المصرية نقلت عن مصدر دبلوماسي داخل السفارة المصرية أن الفلسطينيين الموجودين بمصر لا يحق لهم الحج والعمرة يا ويلو من الله هذا خبر طلعا بيرا وسائل لا 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 هذه وقائع هذه وقائع وهذه صحيفة البديل المصرية محترمة أنا سألت أحد الأصدقاء الفلسطينيين بلغني أنه من شهر قدم عفيزة عمرة وكان هناك رفض هذه أرض هجرة هاجرة إليها الرسول ما بيحق لا للملك السعودية ولا لأي أحد في العالم أن يمنع أحد مرة بدكن تمنعوا الإيرانيين ومرة بدكن تمنعوا الفلسطينيين هذا بانتظار أنه يكون خبر دقيق يعني كمان نحن رح تماسي فيه لأنه العنوان الكثير عام أنه منع فلسطينيين الشتات في كل دول الشتات تحب عنوان الإرهاب أنه من الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بس هذا العنوان بانتظار أن نشوف قرار منع ما فيه بسير بالتجهيش العليمي أستاذ سلم حتى ما نفوت شو بدي بعدي بسير حادثة منع بيروح حوالي ألفين ضحية بيطلع الملك السعودي بيعمل فرامان بيشكر فيه قيادة وإدارة على هذا النجاح المبهر هيك مملكة تعتقد قتل ألفين بمنع أمر عظيم تمنع على أهل الفلسطينيين أن يفوتوا عم بيتصرفوا مثلهم مثل الإسرائيلي إذا هالأرار أخدوا يتراجعوا عنه وإذا ما أخدوا خير وبرك شكرا لك سالم زهريان مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة حلقة جديدة من برنامج حدث وأكون على المعاون شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة شكرا لحسن المتابعة